الوحدة الخامسة الارتباط الخطي البسيط في هذه الوحدة نقوم بدراسة الارتباط الخطي البسيط بين متغيرين في الأجزاء السابقة من هذا المقرر تم عرض بعض المقاييس الإحصائية مثل مقاييس النزع المركزية ومقاييس التشتت ومقاييس الالتواء والتفرطح وغيرها من المقاييس الأخرى التي يمكن من خلالها وصف شكل التوزيع للبانات التي تم جمعها من متغير واحد وفي هذه المرحلة ننتقل من التعامل مع متغير واحد إلى التعامل مع متغيرين أو أكثر وسنتناول في هذه الوحدة دراسة وتحليل العلاقة بين متغيرين وذلك باستخدام بعض طرق التحليل الإحصائي مثل تحليل الارتباط وذلك لدراسة العلاقة بين متغيرين X و Y تعريف الارتباط الارتباط يعني وجود علاقة بين ظاهرتين أو متغيرين بمعنى أن التغير في أحد المتغيرين يؤدي إلى التغير في المتغير الآخر سواء بالزيادة أو بالنقص وإذا كان المتغيران يزيدان معا وينقصان معا فإن العلاقة بينهما طردية أما إذا كان أحدهما ينقص بزيادة المتغير الآخر فإن العلاقة بينهما عكسية مثل دراسة العلاقة بين دخل الأسرة والمستوى التعليمي لرب الأسرة أيضا دراسة العلاقة بين مستوى الإنتاجية وجودة المنتج في مصنع لإنتاج سلعة معينة دراسة العلاقة بين الكمية المطلوبة والسعر لسلعة معينة دراسة العلاقة بين عمر الآلة وتكلفة صناعتها وهكذا والأمثلة في هذا المجال التطبيقي كثيرة وأبسط الطرق لدراسة العلاقة بين المتغيرين أو الظاهرتين هو شكل الانتشار فإذا كان لدينا المتغيرين وتم جمع بيانات عن أزواج قيم هذين المتغيرين فإنه يمكن تمثيلهما بيانيا فيما يسمى بشكل الانتشار وتمثيل قيم الظاهرتين أو المتغيرين بشكل الانتشار يأخذ أشكالا مختلفة على النحو التالي في هذا الشكل شكل الانتشار نجد أن النقاط منتشرة أو مباثرة بدون ترابط أو اتجاه محدد مما يدل عن أنه لا توجد علاقة بين المتغيرين X و Y في هذا الشكل تكون النقاط منتشرة على شكل خط مستقيم تزيد فيه قيم Y مع زيادة قيم X وبالتالي نستنتج وجود علاقة خطية تردية بين المتغيرين X و Y في هذا الشكل نجد أن النقاط منتشرة على شكل خط مستقيم وفيه تنقص قيم Y مع زيادة قيم X وبالتالي نستنتج من هذا الشكل وجود علاقة خطية عكسية بين المتغيرين X و Y في هذا الشكل نجد أن النقاط منتشرة على شكل منحنى وبالتالي نستنتج وجود علاقة غير خطية بين المتغيرين X و Y معامل الارتباط الخطي معامل الارتباط الخطي هو مقياس كمي نسبي يستخدم لتحديد نوع وقوة العلاقة بين المتغيرين ويرمز له بالرمز R نوع العلاقة العلاقة بين المتغيرين X و Y تأخذ سلاسة صور مختلفة حسب إشارة معامل الارتباط كما يلي إذا كانت إشارة معامل الارتباط سالبة أي أن R أقل من صف توجد علاقة عكسية بين المتغيرين بمعنى أن زيادة أحد المتغيرين يصاحبه انخفاض في المتغير الآخر والعكس أما إذا كانت إشارة معامل الارتباط موجبة أي أن R أكبر من صف فهذه الحالة يمكن القول أنه توجد علاقة طردية بين المتغيرين بمعنى أن زيادة أحد المتغيرين يصاحبه زيادة في المتغير الآخر والعكس وإذا كان معامل الارتباط قيمته تساوي صف أي أن R تساوي صف دل ذلك على عدم وجود علاقة بين المتغيرين أي عدم وجود ارتباط بين المتغيرين قوة العلاقة يمكن الحكم على قوة العلاقة بين المتغيرين على قوة العلاقة من حيث درجة قربها أو بعدها عن الصف أي يمكن الحكم على قوة العلاقة من حيث درجة قربها أو بعدها عن الصف حيث أن قيمة معامل الارتباط تقع في المدى R أكبر من أو يساوي سالب واحد وأقل من أو يساوي واحد أي أن قيمة معامل الارتباط يمكن أن تساوي سالب واحد ويمكن أن تساوي واحد أو أي قيمة محصورة ما بين سالب واحد وموجب واحد وقد صنف بعض الإحصائيين درجات لقوة العلاقة التي يمكن تمثيلها على الشكل التالي يلاحظ الصف على يمين الصف يكون الارتباط طردي أما على يساره الارتباط يكون عكسي وتحدد العلاقة أو درجة العلاقة أو قوة العلاقة بمدى قربها أو بعضها عن الصف فنجد سالب واحد ارتباط تام عكسي وموجب واحد ارتباط تام طردي ومن 9 من 10 إلى 1 ارتباط قوي جدا من 7 من 10 إلى 9 ارتباط قوي من 5 من 10 إلى 7 ارتباط متوسط من 3 من 10 إلى 5 ارتباط ضعيف من 0 إلى 3 من 10 ارتباط ضعيف جدا ننتقل إلى الجهة الأخرى من سالب 3 من 10 إلى 0 ضعيف جدا من سالب 5 من 10 إلى سالب 3 ارتباط ضعيف من سالب 7 من 10 إلى سالب 5 من 10 ارتباط متوسط من سالب 9 من 10 إلى 6 من سالب 7 من 10 ارتباط قوي ومن سالب 1 إلى سالب 9 من 10 ارتباط قوي جدا ويكون الارتباط طردي في حالة القيم المجابة وعكسي في حالة القيم السالبة كما هو واضح شكل الانتشار شكل الانتشار هو عبارة عن تمثيل أزواج قيم الظاهرتين أو المتغيرين X و Y بمجموعة من النقاط على الرسم فتم تم تمثيل المتغير المتغير X على المحور الأفقي والمتغير Y على المحور الرأسي حيث نرصد لكل زوج من قيم المتغيرين نقطة على الرسم فنحصل على شكل الانتشار قياس الارتباط بين المتغيرين X و Y يمكن قياس الارتباط بين المتغيرين X و Y بمعامل الارتباط كما يلي معامل الارتباط معامل ارتباط بيرسون يستخدم معامل ارتباط بيرسون لقياس الارتباط بين متغيرين في حالة البيانات الكمية فقط أما معامل ارتباط سبيرمن هو مقياس تقريبي لأنه يعتمد في حسابه على ترتيب القيم يستخدم غالبا في حالة البيانات الوصفية كما يستخدم في حالة البيانات الكمية أيضا أن يصلح للنعين من البيانات